بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حافظه الله وبدعم من سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب وقعت المؤسسة الخيرية الملكية البحرينية والحية الخيرية الأردنية الهاشمية اتفاقية بناء مدرسة بحرينية جديدة في منطقة أبو نصير في العاصمة الأردنية عمان وتهدف المدرسة إلى تخفيف الأعباء المتزايدة على الأردن جراء استقبال اللاجئين السوريين وما يقطن على أراضي من جنسيات عربية شقيقة أخرى تفاصيل هذه الاتفاقية في سياق التقرير التالي برعاية نائب رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم الدكتور محمد نيبات وقعت المؤسسة الخيرية الملكية البحرينية والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية اتفاقية إنشاء وبناء مدرسة بحرينية جديدة في منطقة أبو نصير في العاصمة عمان التي تعاني من اكتظاض في أعداد اللاجئين السوريين على مساحة تبلغ عشر دنومات وبكل فاتصل اثنين مليون دولار تقدمها مملكة البحرين وبتوجيهات ملكية سامية للاجئين السوريين وللمجتمع المحلي ومساعدة لوزارة التربية والتعليم لتخفيف الضغط الحاصل على المدارس في الأردن في المدارس لابنت البحرين مثلاً أربع في الزعتري لا تتصور مدى فايدته للأطفال والطلاب والأبنائنا ومدى استفادتهم بطريقة فعلاً رائعة وكم سدين من ثغرات ممكن تخرب مستقبلهم تخبرهم يفقدون الأمل بالحياة فجاءت الملكة أعطاهم الأمل هذا التبرع السخي من المؤسسة الملكية البحرينية لبناء مدرسة في منطقة أبو نصير في عمان ليس هو التبرع الأول سبقه في العام الماضي أن تقدمت مملكة البحرين مشكولة من خلال المؤسسة الملكية البحرينية مدرسة بكامل تجهيزات وتكاليف بناءها في منطقة أربد وسبق ذلك عدة مدارس في مخيم الزعتري مشارك البحرين التعليمية المستدامة والإنسانية المتتالية في الأردن والمتمثلة في المجمع البحريني السكني في مخيم الزعتري والذي يضم 500 وحدة سكنية قدمت للاجئين السوريين وإنشاء أربع مدارس تعليمية في المخيم ومدرسة النموذجية في محافظة أربد باسم مدرسة البحرين تأتي بنفس النهج الاستراتيجي في بناء منظومة التعليم التي تسعى لنشرها مملكة البحرين لتكون سباقة في نشر التعليم ومد يد العون لكل من يحتاج داخل الوطن وخارجه نترجم العلاقة الوطيطة والوثيقة ما بين البحرين والأردن من خلال توقيع الاتفاقية لبناء المدرسة الثالثة في الأردن منطقة أبو نصير هذا ليس غريب على الشعب البحريني ولا على ملك البحرين ولا على حكومة البحرين وتأتي هذه الأنشطة بتوجيهات سامية من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين وبدعم من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك حمد الشخصي للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية حيث سيستفيد من هذه المنحة الأشقاء السوريين والمجتمع المحلي ودول عربية أخرى كاليمن والعراق وليبيا ممن تواجدوا على الأرض الأردنية كما يذكر أنه يوجد ما يقارب 150 ألف طالب وطالبة ينتظرون الجلوس على مقاعد التعليم في الأردن زيد الخليفة تلفزيون البحرين عمال